بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وتاج رأسي سيدنا محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد بسم الله مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر كل يوم بنتقابل مع بعض ندردش ونرد على أسئلة حضراتكم ونشرح حكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري النهاردة في معنى كده مسيطر علي حبيت أن أشاركم مع حضراتكم بدل الحكمة أغلبنا عنده نية شريفة جدا في عبادة ربنا في ليلة القدر وهو الفوز بشرف ليلة القدر ليلة القدر سميت ليلة القدر علشان قدرها كبير عند ربنا فاللي بيعبد ربنا فيها كأنه عبد ربنا أكتر من ألف شهر فأكتر من 83 أو 84 سنة قدرها كبير فشوف لما تصلي فيها كأنك بقى لك 84 سنة بتصلي أو بتسبح فيها عمر طويل بينضاف لعمرك فلما تعبد ربنا في ليلة القدر في كل سنة تروح عند ربنا تتفاجئ بميزان أتقل مما خطر على قلبك ويتسمى ليلة القدر لأن فيها بينزل أقدار السنة تتوزع للملائكة عشان الملائكة ينفذوها الملائكة بتطبق أمر ربنا فينا يا ميكائيل ملك الرزق ملك الموت واللي بيقبض الأرواح فكلهم موكلين قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولما ربنا تكلم على الملائكة قال فالسابقات سابقة يعني تسابقون لتنفيذ أمر ربنا فبياخدوا أمر ربنا تعسنا ربنا بيقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة ودي آيات مش مشهورة عندنا تكلم عن أنت الأدر صورة الدخان مطلع صورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فبيتفرق ويفرق ويوضع زي قدرك في هذا العام تاخد الملائكة لتطبيقه فأنت بتعبد ربنا في هذه الأيام علشان ينزل قدرك بردا وسلاما عليك فلو فيه نعمة تكفيك ولو فيه أزمة ربنا يكون جنبك ويلطف بيك وتسمى ليلة القدرة أيضا علشان الإنسان قدره بيتغير عند ربنا لما بيعبد ربنا في اليوم ده ويستقبل رحمة ربنا مقامك بيتغير عند ربنا فما تبقاش نيتك بس التلت معاني دول الفوز بالثواب نية شريفة بس فيه نية تانية وهي نية إنك تتشعبط في رحمة ربنا طول عمرك إن أنا آجي فأتصالح مع ربنا أصطلح مع الله إن أنا آجي فيترمي في قلبي سواء رحت درس ولا صليت التراويح ولا أعدت في بيتي ذكرت ربنا ولا كنت بشتغل لأنه عندي نبطشية بس قلبي مع الله سبحانه وتعالى وأنا بشتغل نفسي يا ربنا يرمي في قلبي معنى يخليني لما رمضان ينتهي ما تبقاش بداية القطيع مع الله أمسك في سكة ربنا ربك يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير امشي في سكة ربنا ما تطغاش أنت كنت كل يوم بتدعي ربنا بتقول له هديني بس أنت بتقولها بصيغة الجمع عشان كلنا وقفين بنإذن ربنا اهدنا الصراط المستقيم ربنا ندعي بالطريق دي صراط الذين أنعمت عليهم اللي أكرمتهم وخدت بإيديهم وصطفتهم لطريقك مين اللي ربنا أنعم عليهم في صورة النساء فاكن لما ربنا حكى لنا النبي عليه السلام أن نجي واحد قال له أنت بتوحشني من العيشة للفجر فالست سبع تمن ساعات دول ولا العشر ساعات دول أم الفجنة احنا مش هنشوفك خالص أكيد يا سيدنا محمد حضرتك هتبقى في المقام العالي واحنا على قدنا فجنة وفرحانين بس أكيد مش عندك مش في الشرع بتاعك مش في المكان بتاعك فسكة النبي ونزل القرآن تكلم عليك انت وعلى الصحابة وعلى كل الصالحين في كل زمن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق فيبخته اللي رفيق النبي في الجنة عليه السلام ويا ما النبي يقول لك اللي يعمل كذا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة ويقول لك أعمل صالحة كتير بقول لك الكلام ده دي عشان تبقى أحد نواياك في الكام يوم اللي متبقيين اللي فيهم ليلة 23 النهاردة وليلة 25 و27 و29 وإن كان لا حتى والليالة الزوجية القضية مش في الليالة الفردية قضية أن ربنا هو اللي بيعطي العطاء يديه لك في ليلة زوجية ولا ليلة فردية العين على ربنا القلب متجه لربنا مش بس البحث آه حلو إبحث التمسوها في الليالة الوترية والنبي حديث تاني تاني قال التمسوها في العشر الأواخر برضا عشان يقول لك يعني دور على ربنا سبحانه وتعالى دايما فهو أنت بتدور على ثوب ليلة الأدر تدور على أمنية أن ربنا يجذب قلبك فتفضل معا فينتهي رمضان وانت مستقر في طريق ربنا ورا النبي عليه الصلاة والسلام خد النيا دي خد النيا دي وربنا يكبك إن شاء الله رد على سئلة حضراتكم أحب الأسئلة أوي هل تمني موت الأب الأب حرام مع العلم قد تمت أذيتي من يديه أخافه حتى في المنام ربنا يأويك أو يأويك مش باين ولد ولا بنت لا ما تتمنيش موت الأب لا ما تعملش كده انت أشرف وأنقى من أنك انت قلبك يبقى فيه الخاطر ده الفكرة دي ادعيله بالهداية طب ما بدل ما تتمني موته فربنا يستجيب لدعائك وياخده ما تتمنى هدايته فربنا يستجيب لدعائه ويطم من قلبه ويهديه فيبقى حنين عليك وربنا يحسن خاتمته لأنك انت القضية هنا مش حرام حرام ولا حلال مش دي الإجابة الإجابة انت ما تستهلش تبات وفي قلبك تمني موت أبوك أنا عارف أنه ممكن يبقى مؤذي جدا وشراني جدا وفيه أهالي كويسين كتير وفيه أهالي وحشين يا جماعة خلقت يعني طبيعي طبيعي يبقى فيه ناس وحشة مع الشريكه في الشغل ومع اللي بيشتغل معاه ومع عياله لكن ما تباتش وقلبك فيه الفكرة دي انت ما تستهلش الفكرة المقبضة دي فدعيله بالهداية وكل ما قلبك يتمنى موته دعيله بالهداية وربنا يجعل هدايته ورحمته بيك آية ليك زملتي في الشغل مضيقاني أوي بحس إنها عايزة تاخد مكاني وبتعرضني في كل حاجة وبتجدلني مع إنها هي الغلطانة هل إذا اشتكت لصاحب الشغل عن وجعي ده بكون ارتكبت غيبة أنا بس خايفة على مركزي ومكاني وإذا سكت بكون بضغط على نفسي وبخسر شغلي قدام عيني لا هو طبيعي إن احنا نشتك لصاحب الشغل والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر إيه لأنا قلت ده بيتشعر بيقولك إنت الغيبة ما تبقاش حرا أول واحد والقدح يعني الغيبة ليس بغيبة في ستة لما أنا أتكلم كلام سلبي على حد مش غيبة في ستة مواقف والقدح ليس بغيبة في ستة المتظلم أنت متظلمة يعني مظلومة وحد بيئذيكي فرايحة للقاضي القاضي هنا هو مديرك ده اللي بيقضي ما بينكم وهو المفوض من أصحاب الشركة يحل المشاكل ما بينكم فتروحي تحكي ومفيش أي غيبة في الموضوع ولازم تستنصحي المدير عشان سببين إما حضرتك غلطانة وتسمحي لي أتكلم مع حضرتك لأن أنا مش مش عارف القصة كلها فهمها غلط مش قبل المستوى ده من التنافس فأقول لك لأ أختي بالك ده التنافس طبيعي ومش عارف إيه ولما تقول كده ده طبيعي وده professional أو حضرتك محقة وده إحساسي إن حضرتك عندك يبدو أن هي فعلا بتزعيجك فيعلمك إزاي تتجنبي إزعاجها وإنتوا بتشتغلوا في teamwork واحد ودي سكل مهارة مديرك ممكن يعلمها لك واستعيني بالدعاء إن ربنا يهديها ويهديكو ويوسع لزقونتو إنت قلت قبل كده أنك أنت بتستمع للترانيم ده إزاي يعني آه أعرف الموضوع ده استضفت أنا في مرة في مبادرة كده وطنية واتسألت في سياق معين كده عن حاجة بسمعها فقلت أن أنا فيه نشيد أحد أصحابي أو إخواتنا المسيحيين ألفه وأنا بحب النشيد ده إحنا كمسلمين لما بنقول كلام عن ربنا أو كلام عن سيدنا النبي كلام ديني بنسميها أناشيد إسلامية فلما صحابنا المسيحيين يقولوا كلام عن ربنا بيسموها ترنيمة أو يسموها أنشودة حاجة زي كده ففي أنشودة عندهم أو ترنيمة اسمها ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامشي وما ليش عدود وكلامها جميل جدا جدا فأنا لما اسمعتها عجبتني ما مسمعاش كل يوم ولا كل شهر بقالي سنين ما اسمعتهاش بس لما تسألت إحنا مش كذبين يا جماعة وبعدين قد يكون بعض الكلام غريب وطبيعي أنك أنت تستغرب منه لأنه غريب وممكن أكون أنا يعني لما قلته لما أنت سمعته استغربته لأنك ما سمعتش قبل كده حد ينفع يقول كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيمدح في الشعر حتى لو طلع من كافر وكان يسمع شعر أمية بن أبي الصلط أمية بن أبي الصلط ده إنسان كان بيقول شعر كلامه حلو ولما النبي جيه كفر بيه ومرضيش يؤمن بيه فكان يسمع شعر وكده يقول إن كاد أمية أن يسلم ده كلام ماشي جدا مع قيمنا ومع أفكارنا كمسلمين وإنت ممكن تتخض لو قرأت في كتب أهل العلم وأنا مقدرش أتجرأ أقول مثلا فيه أغنية بعض أصحابنا المسيحين بيقولوها عجباني مقدرش أتجرأ وأقول كده يا شباب وهي فيها كلام يناقض عقدتنا تبقى مصيبة صورة لو عملت كده لكن هو كلام لما تسمعه وتقول ده كلام حلو طب هل أنا بأدعو كده خالص ده كان سياق إجابة على سؤال معين كده فقلت آه دي أغنية عجبتني وكان كلام حلو هل أنا كده خليفة السنة طلاق كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشاور على الكلمة الحلوة حتى لو طلعت مع حد يختلف معنا في العقيدة مدم تتفق معنا ولما تسمع كلام العلمة وهما بيشرحوا في تفسير والشعراء ويتبعهم الغاوون أنه مش كل شعراء سورة الشعراء نفسها اللي فيه شعراء بيقولوا كلامه وكان سيدنا حسان بن ثابت يقول الشعر وهو بيدفع عن النبي وبيدفع عن الإسلام جوه المسجد وسيدنا محمد يقول له قل وروح القدس سيدنا جبريل روح القدس سيدنا جبريل قل وروح القدس تؤيدك وأنا أقولك على حاجة أنت مثلا تتخيل مثلا أن أنا أتكلم معاك في معنى مهم قوي أستشهد بأغنية لحد من المغنيين أنت بتحبه بأغنية أغنية الحب أنت تستحملهاش مني السلف كانوا بيعملوا كده السلف لما كانوا يسمعوا شعر في الغزل حلو ما بين رجل وست كانوا ممكن يستدعوه في محبة ربنا وكانوا يفهموا كده يفهموا أن أنت ممكن تستدعي بيت شعر أول ما سمعته حسد بجلال الله رغم أنه مقلفه مقلفه من بين رجل وست ابن القيم في كتاب مدارج السالكين بيتكلم عن استبدال سماع الأغني اللي تصرفك عن ربنا بسماع القرآن فهقرأ لك كده تلت سطور بيقول إيه فدواء صاحب مثل هذا الحال أن ينتقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة مع الإمعان في تفهم معانيه وتدبر خطابه قليلا قليلا إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات أبيات الشعر اللي بتبعده عن ربنا يعني ويلبس ويلبس محبة سماع الآيات ويصير ذوقه وشربه أو شربه يعني المشرب اللي بيشربه وحاله ووجده في إحساسه كله في القرآن فحينئذ يعلم هو من نفسه أنه لم يكن على شيء أنه بيسمع حاجات بتبعده عن ربنا ويتمثل حينئذ بقول القائل وأمقيل بيت شعر غزل لابن داود الظاهري وكنت أرى أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها مطلبه فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني أنما كنت ألعبه معنى الآيات أنا لا كنت تفاكر أن أنا بحبها وبعدين ما فيش حب بعد كده فلما شفتها وشفت جمالها دا أنا كنت بلعب دا أنا ما حبيتش قبل كده سيشهد عليها فين أنت أنت فاك نفسه بتحب القرآن صح؟ طب جرب كده تستمع للقرآن استماع المتدبر دا أنت كنت بتلعب يا أستاذ حب إيه اللي أنت بتقول عليه دا دا الحب دا أنت ما دقتوش لما تقرب من ربنا وتسمع القرآن تعرف يعني إيه حب ابن القيم هنا لو عايش في الزمن اللي أحدا عايشين فيه دا وبيتكلم كده ومديك واحدة أغنية أنت لسه سامح على أنغامي أو لحاجة هتطلع الرد الشنيع على ابن القيم مش البديع أو لحاجة هتعمل حاجات أكيد هتأهني هتسمع اللي بيشتم فيه وده إيه عالم من كبار علماء المسلمين أقصد أقول لك يا صديقي أقصد أقول لك إيه أقصد أقول لك إن قد يكون في بعض الأوقات أنت بتسمع كلام غريب عليك أحسن الظن دائما بقائله وأنا شرحت لك الموضوع وبس بريك طبعا دا مش دعوة أن حد يروح يسمع ترانيم ولا دعوة أن واحد يستشهد بأغاني الحب وهو بيتكلم في الدين خالص بس بقول لك دا موجود في كتب العلم فممكن إنسان يقوله قدامك فتستغربه فلما تستغربه تبقى تقول إزاي دا بيقول كده ويطلع دا في السنة ويطلع عند السلف فربنا كريم الله والدتي في بعض الأوقات بتعمل حاجات بتضيقني وبتطلب مني حاجات صغيرة وأي حد يعرف يعملها وأنا بكون مش فاضي وبتيجي علي عشان خاطر غيري وأنا بغضب وبعرفش أتمالك نفسي وممكن أكون عاق أعمل إيه بص يا صديقي دايما لما تلاقي نفسك مختلف مع والدتك كتير أولا تعال على نفسك شوية معلش قدرك أن والدتك بتعمل كده بس أحسن حاجة دايما نحط بينا وبين أهلنا شوية قواعد يا ماما بتطلبي مني حاجات تقول أنا نفسي ما أتأخرش عني بس الحاجات دي مثلا غصبا عني بقبة مشغولة عنها فممكن نعمل حاجة تانية أو الحاجات دي ممكن مثلا بيبقى عندي دراسة أو كذا فممكن أطلب تطلبي من حد تاني بس 80-90% من طلباتها هحاول توفيها وبعد وكل شوية عارف سات كده إيه أجريم أنت معها اتفق معها على ترتيبة معينة كده وتقول لها مثلا الحتة دي ممكن ما عرفش عملها بس أنا مش هسيبك خلي حد يعملك الموضوع ده لكن أنا لو منك يعني هكتهد قوي في عمل أكتر حاجات والدتك تطلبها منك ودعي أن ربنا يهدي سرها ويهدي سرك ويقلف من قلوبك هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء صلاة الفريضة أم لا يجوز عند الشافعية لأنك أنت تخط المصحف قدامك في صلاة الفريضة وتقرأ منك بس ما تعودش تتحرك كتير اشتري المصحف اللي مثلا فيه وإنت بتقرأ مثلا في الركعة ربع مثلا وعايز تختم أو تقرأ في الركعة صفحة فبحيس ما تعودش تقلب وتتحرك كتير لكن الشافعية بيجوزوا قراءة القرآن من المصحف في الفرائد أنا متزوجة ومليش حد غير جوزي ودايما أصرح باحتياجاتي العاطفية لكن لا يكترث لكلامي هل عليه ذنب في ذلك رغم أني أحب أقنع نفسي أن وجود ربي معي كفاية لكن أحتاجه كثيرا في بعض الأحيان ماذا أفعل لا يعني إحنا ما نستغناش عن بعض طبعا في الله الواحد يستغنب ربنا عن كل الناس لكن ربنا هو اللي قال لك حبي جوزك وطلبي الحب من جوزك ودي الحب الجوزك مشكلة كبيرة لما بيكون لغات الحب مختلفة عن الراجل والست ومن ضمن العشرة بالمعروف أن إحنا كل واحد فينا يسأل التاني أنت بتحب تتحب إزاي في بعض الناس بيحب الكلمة التشجيعية الحنينة واللمسة الطيبة لغة من لغات الحب وبعض الناس لا بس اعملي خدمات ويصر علي حياتي مثلا بعض الرجال أنا هزارجع ألاقي الأكل المحطوط والبيت هادي عشان عايز ينام لأن أنا مطحوم في الشغل ده بيسموه active service بتعملي له خدمات يبقى كده بتموتي فيه وبتقدري قوي بعض الرجالة يحب يسمع كلام حلو وتأدير وتعبناك وكتر خيرك وحسك بالدنيا نفس الكلام عند الستات أغلب الستات لغة الحب الأصلية عندهم هي اللمسة الحنينة والكلمة الطيبة وطبعا الخدمات أنك أنت تريحها وتحميها في الدنيا تشعر معاك بالأمان فمهم أن من العشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف أنك أيها الرجل يا رب تشوف الفيديو ده تهتم بإعطاء مراتك لغة الحب اللي هي عايزها زي ما أنت تحب أن مراتك تديك لغة الحب اللي أنت عايزها وده من الإحسان ومن إكرام كما قال صلى الله عليه وسلم لا يكرم النساء إلا كريم ولا يهين النساء إلا لئين فمن فضلك وأستأذن حضرتك سماعي زوجك الكريم الكلام ده استأذنك اهتم جدا بدك وبلغيه باحتياجاتك العاطفية وطلبيها منه بس بود ومحبة ومن غير عتاب عشان الطلب يبقى رحيم لأن العتاب بيعكر صفه الكلام ورب نياخد بيدك الله على طول بعاني من التوتر والخوف والألأ وده بيضيع علي لحظات حلوة ممكن نستمتع بيها بدل مقلق أعمل إيه تلت حاجات ألف لا إله إلا الله في اليوم وده أهم أهم وصيح أهم من اللي جايين ألف لا إله إلا الله بذكر الله تطمئنه القدوم رقم اتنين حاول يتحددي أو حاول تحدد لوحدك أو لوحدك كده في ورقة إيه اللي بخاف منه قد أفكر ممكن أخد التدابير إزاي عشان أسد الخوف ده مدام عملت اللي عليك الخوف الزائد بعد ما تعمل عليك دي أوهام من الشيطان من الشيطان علشان يخوفك من بكر حاجات تلتة إيه جاء المتخصص ممكن يكون فيه قلق زائد أو خوف زائد يحتاج لنصيحة خبير يبقى فيه حاجة مرمية كده جوة في العقل أنا مش قادر أوصلها يا إيه ساعدك توصلها هي اللي بتشعع علي خوف وقلق فالذكر وتحديد خايف من إيه بالضبط أو خايفة من إيه والاستعانة لمتخصص حضرتك ذكرت في حلقة بصير النهارده السنن الإلهية الأربعة المشهورة ممكن تكلمنا عنهم أكتر الله بيدبر حال الكون بسنن سنن يعني ثوابت ولن تجد لسنة الله تبديل أشيء ثابت أشهرهم أربعة سنة التغيير كل حاجة بتتغير إلا الله سبحانه وتعالى بنكبر و بنعجز و بنموت و تضريص الكون بتتغير و بيحصل مش عارف إيه عوامل التعارية إيه كل حاجة بتتغير سنة التغيير سنة التدرج كل حاجة بالتدريج خلقنا السماوات والأرض و ما بينهما في ستة أيام رغم قدرته أن يقول كون فيكون بس كل حاجة بالتدريج حتى الشريعة مش كل حاجة تحرمت مرة واحدة أو تفرضت مرة واحدة بالتدريج سنة الابتلاء هتحصل لك مواقف تظهر ما في داخلك من خير أو شر عشان تعرف الخير وتزوده وتعرف الشر وتشتغل عليه إنك أنت ما يبقاش يطلع منك الشر ده لما ظهر في موقف فيه ابتلاء معين ثم سنة التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلا فسادات الأرض إن فيه خير وشر وإن فيه أزمات وأفرح وإن فيه ناس وحشة ونس حالة وبدأ بيحصل النمو عند الإنسان والنضج عند البنيات الله وصلت للأربعة وثلاثين سنة ولسه مش عارفة أنا عايزة إيه بحاول كتير أجرب عشان ألاقي نفسي ومش بوصل حتى اتضيت لإني محتاجة أخص مش بكمله حياتي متل أخبطة وتايها دايما ربنا يحميك بيحفظك إن شاء الله ما تبقاش تايها مدام أنت مع الله سبحانه وتعالى وبتدوري على ربنا في طريق ربنا الحقيقة إن إن البني آدم ساعات بيبقى عنده طلبات معينة وإنجازات معينة لما ما تتحققش بيحس نوتايا ساعات البني آدم بيحتاج يجيب ورقة أو قلم كده ويريد تعملي كده وتكتبي إنجازاتك الصغيرة اللي في حياتك إنك بتسمعي كلام في الدين وبتبعت لنا أسئلة إنك شجاعاً لك بتكشفي ضعفك أو أو الحاجة اللي نقصاكي وبتسألي من تثقي بي أو تعتبر إنه ممكن تسأليه إنك أنت ما زلت مؤمنة بالله ورسوله إنك أنت إنسانة محبة للخير مش محبة للأذى كل دي إنجازات اكتبيها كده وشو فيها بيعنيك محبوبة من أهلك ممكن يكون حصل مبالغات شوية في الكتب بعض الكتب الجديدة والسوشيل ميديا إن أنت لازم أحلامك تبقى سكاي وإنك أنت ما منفعش تعيش عادية لازم تبقى مغير وإنت صلاح الدين اللي هتحرر القدس الكلام ده مش دايماً مظبوط فيه ناس اتكتب له إنه حلمه يبقى مجرد إنه هو يشتغل وراح الساعة اثنين وياكل لقمة بسيطة ويأكل عياله وخلاص هو دي قدراته وعايش مبسوط يا أخي عايش عايش عادية مبسوط سيبه في حال وفيه ناس هتبقى هم القادة وهم اللي هيحرر القدس وهو صلاحة هو صلاحة دين واحد فيعني مش كلنا نبقى صلاحة دين فلما طموحاتك لا مش سكاي از دلمت ولا حاجة في وقت من الأوقات سكاي از دلمت لما يكون عندي أمل فربنا في حاجة معانية كبيرة قوي بس إن شاء الله ربنا يحقق أهالي وفي وقت من الأوقات أنا عايز خطوات بسيطة أحقق بها إنجازات عشان تتفتح الأمال الكبيرة اللي قدامي فما تكسرش في نفسك بالإحباط إني ما حققتش الحاجة الكبيرة وحدة وحدة بعمل اللي بعابلو دلوقتي ربنا بخليني موظف همشتغل في اللي بعملو أب بربي أم بربي طالب بذاكر وحدة وحدة وربنا هيفتح لك إن شاء الله الأهداف الكبيرة والإنجازات وفي لحظة بمكالمة تليفون والله في لحظة بخطوة صغيرة بحد بنقابله بالصدفة في تحق أبواب الرزق والإنجاز والنجاح فخلى عندك ثقة في الله الله يلا نقفل هنا عشان طولنا قوي نشوفكم إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية على خير وفي تيسير وكرم وربنا يوفقنا جميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم سدد رمي من يحمون ديارهم ودينهم يا رب العالمين اللهم أمنهم في أوطانهم وفي بيوتهم يا مولانا احفظ أرواح شيوخهم ونساءهم ورجالهم وأطفالهم يا ربنا اللهم شتت رمي عدوهم يا ربنا اللهم أضل عدوهم يا ربنا عن أن يصيبهم بأي أذى يا ربنا اللهم وصبرهم على ما هم فيه يا رب العالمين اللهم أنزل السكين علينا وعليهم يا ربنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على حسن عبادتك فيها اللهم اشرح صدورنا لمحبتك وقوي قلوبنا على طاعتك واجعل أجسادنا تقف بين يديك مقبلة عليك يا رب العالمين اللهم لا تسمعنا ولا ترنا مكروها أبدا في حبيب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا الحمد لله رب العالمين شكرا شكرا